عزاء المشاهدين أسعد الله مساءكم بكل خير كاميرا ليالي رمضان في ولاية صحار نتجول في هذه الولاية ومعكم نرى الناس في ليالي رمضان ونبدأ بالحركة النشطة في أسواق ولاية صحار حيث أن هذه الولاية هي المركز الرئيسي لعدد من ولايات منطقة الباطنة وكذلك أيضا نتجول في مختلف المرافق والأماكن العامة تابعونا نتجول في مكان العافية ومساء الخير مساء النور عرف عليك أنت من صحار في رمضان وأنت أيضا اليوم في السوق إيش تشتروا في رمضان؟ نشترى الحاجيات اللازمة في رمضان وأنتي الحين في محل ملابس هل الآن تستعدوا للعيد؟ أيضا عادة ليالي رمضان كيف تخضوها؟ نقضيها مع الأهل بمانش يعني تقضيها مع الأهل؟ أكيد هناك أيضا جلسات وأيضا أكلات رمضانية خاصة أيضا إيش أنواع هذه الأكلات أو هذه الحديث اللي دور بينكم أسرة وأيضا جيران في ليالي رمضان؟ أبنا نتولف نحن والجيران في سؤال في رمضان يعني عن الأكلات اللي نسويهم في رمضان وهذا ما يدعون خلينا نعرف المشاهدين ببعض الأكلات اللي تسووها في رمضان نسوي الأخوة الخارج ونسوي الكعك وفيه لما يكون ضيوف نستعد لهم غير استعداد الأكلات الغير اللي نسوي هنا في واجباتنا اليوم مثل إيش يعني؟ نعمل لهم يعني الكيك الخاص بيهم والهريس أيضا أيوة والهريس والعرسية وشذي يعني السلام عليكم تعرف عليك؟ أحمد علي حسن أحمد دكان ملكك هذا؟ نعم ملكي ومشاء الله وحدك هنيت بيه؟ وحدة نعم أنا ماما عمل جلس في الدكان جميل ونحن في ليالي رمضان نتكلم عن الأشياء اللي الناس تتردد على المحل هذا وتشتريها خاصة في ليالي رمضان والله يشتروا الأحذية وملابس ولعب وكذا الأولاد وكمامي وهدايا من نسبة العيد يعني يعني الناس اللي الآن يستعدون للعيد من الآن تشوفهم يعني بدوا حركة الشراء؟ نعم هو قبل رمضان بعض منهم يعني بدوا يستعدوا قبل شهر رمضان لأنه في آخر أيام تستوي زحمة ومقاسات وكذا ما يحصلوا سامان شوية بعض مننا يعني يكون شوية يغلي يعني في دبي ونحن هنا نرفع يعني شوية السعر وكذا إذن هنا يجرنا سؤال يعني هل أنتوا في رمضان أو قريب العيد ترفعوا الأسعار؟ لا والله ما نرفعها هي لكن في دبي إذا يعني واحد جايب كمية كثيرة يعني وباقي كمية قليلة يرفعها في دبي القيمة فنحن هنا نضطر شوية نرفع يعني السعر تشترون للعيد من الآن؟ أيو مستعدين الآن لو سألناكم يعني دائما مستعدين تأخذوا الأغراض هذه قبل العيد؟ أيو يعني قبل العيد أحسن يعني وإيش الأشياء اللي ممكن الآن تأخذوها وقريب العيد تأخذوها؟ يعني الملابس يعني الملابس يعني والقواتي والتنانير والقمصان والعطور ومال الشعر والوقاية وهذا يعني لو سألنا يعني ليش من الآن تأخذو؟ يعني خوفا من ارتفاع الأسعار ولا أنه بتصير زحمة قبل العيد؟ يعني خوفا من ارتفاع الأسعار أكثر شيء؟ أيوة السلام عليش أمي كيف حالش؟ الحمد لله صاش بخير؟ الحمد لله رب العالم مبروك عليش شهر رمضان؟ الله يبارك فيك أشوف إيش تشرين تشرين حى رمضان ولا حق العيد؟ حق العيد حق العيد؟ دو دائما أمي يعني تسو تشروا يعني قبل العيد بفترة؟ نعم تشرها إيش تشروا يعني قبل العيد بفترة أكثر شيء؟ تشرى ملابس ونشرها الباس وطايا كل شيء حق العيد ورمضان تشرها لبحد الأغراض حق العيد دائما أمي ينتظر يعني في رمضان يعني يقولوا أن الناس يشتروا وايد ويكدسون في البيت وهكذا؟ لا 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 ما نشتروا وايد نشتري حقه نشتري ماء بقياس القياس يعني؟ نعم يوم نحبر يبنا غيرها ناكلهم بسحار حاول نشتروا وايد ونجاودوا بالبيت صح ما في فايدة صح؟ حالة اللي حب حالة سبات أمي إيش الأكلات اللي تسوها في الفطور؟ أكلات أنتو حريم كبار وكذا وأكيد نكون لكم أكلات خاصة تعملوهم في رمضان؟ نسوي شربة حب نسوي عيش نسوي مقلسة مك نسوي صانم في لحم هذا نسوي وأكيد أمي إنتي أيضا مع الجيران وكذا تقعدوا في قهوة وسوالف؟ هي قهوة نتولف كلناها قهوة الحديب كستر حديب خبير صحتي هيا هيا يعني كم بيت تقريبا تتولفوا في الحارة؟ تولف والله سبعة بيوت سبعة بيوت؟ ومتى هذا يعني بعد صلاة المغرب ولا بعد صلاة العشاء؟ صلاة التراويل بعد صلاة التراويل؟ نسوي صلاة التراويل وصلنا نتقاول وصال خير أبوي؟ شهر نور حيار الحدي أنت الحارس أنا من المستشفى؟ نعم الوالد تكلمنا يعني عن زيارات الناس في رمضان للمرضى؟ زيارت في رمضان من الساعة ثمانية إلى الساعة عشر من الليل تقول لنا يعني في أشياء يعني تتمنعونها من دخول في رمضان؟ نعم الخضار والماكولات والقهوة هذه ممنوعة بس العصير مسموح والحليم مسموح وباقي الأشياء كل ما منه وأنا شايفني جنبي أطفال كثير أيضا الأطفال أعتقد أنه ما يجبين برأي ما يخليهم روح من سن كم يدخلوا داخل؟ من العشر سنوات على رايح أما العشر على حذر ما يدخل والد أكيد أنكم فيش ناس فرصة الآن نحنا في ليالي رمضان تكلم عن جلساتكم عن سوالفكم في رمضان؟ نعم قرأت القرآن نحن نتهم نقرأ القرآن ونقرأها والسوال باقي ماشي نعم نسو مجالس بهذا باقي ماشي قرأت القرآن تبدأ من متى؟ نبدأ أول رمضان لا يعني بعد صلاة التراويح؟ بعد التراويح نفسي نقرأ إلى يعني واحد ساعة 12 ساعة واحدة على راحته وخلصنا أبوي رسالك العادات الرمضانية بين أول والحين فيه اختلاق؟ لا في رمضان لا يوجد اختلاق كان أول ذلك الوقت غير وليوم الحمد لله الوقت غير أول كهرب وما كهرب ماشي نقرأ على السراج وبجوة هالك مكجفات وماشي روح كهرب ومتها وكهرب الحمد لله وثلاجات وحمد لله الخير وايد الوالدة أيضا في رمضان انتوا هناك كحريم يعني جلسوا في الحارة وتقهوا مع بعض وتسولفوا نعم نتولى في أربعة حنو اللي أرعت ونتقهوا أربعة يلين قصلي ديننا من رمضان والعيد بعد مثل يلين سبع أيام انت من ويا راتك كل حد يجيب غدا داخل بيتك بنات ويا راتك هذه النسبة للعيد يعني نعم وفي رمضان؟ ورمضان على طول بعد أنا ويا راتني تقهوا يعني كل حد يجيب قهوة من بيتك كل حد يجيب قهوة من بيتي وتقهوين أربعة ما هي الأشياء التي تشتروها؟ ملابس استعدادا للعيد؟ أيوة نعم قلونا أيضا دايما تبدو استعداد يعني من أول رمضان ولا أنكم تأخذوا أشياء الحين وتأخذوها بعد؟ الحين نأخذ أشياء وبعدين إن شاء الله يوم آخر رمضان نأخذ أشياء بعدين حدثونا في لعبات خاصة يعني بالبنات في صحار نصر نحن مار يعني؟ من وين؟ نحن من صحم ولا يتصحم من صحم؟ نزيل نحن من صحم وفرصة أن نحن التقينا فيكم في أولايق صحار تحدثونا في لعبات يعني لها مسميات خاصة في رمضان خاصة للبنات؟ صراحة نقول لك يعني هو ما في ألعاب يعني خاصة برى البيت لكن إحنا كبنات يعني نتكون كيف بيت مثلا مشترك بيت واحد لا نعم ونتوالي مجموعات يعني ما نلعب يعني ألعاب كما تقول نلعاب مثل نلقى سلسينجيم وطبعا ولا بيت بالإشارة يفهموا نسويها يعني دائما نحن تحاولوا تسليه كذا أشياء ثقافية يعني من فاز فزتون تول فازوا عليكم الفريق الثاني يعني مجموعتين ألف وباء يعني مثل الدوري تعملوا أيوة يوم هذي لا يفوزون يوم نحن وأكيد أيضا لكم بعض الصديقات يجوا معكم يشاركوكم ولا بس أنتم كأهلية نحن كأهلية سمحوا لنا شباب نقطع عليكم الأكل الحلوى هذه نتعرف عليكم أول داود سليمان البندري داود نحن في ليالي رمضان وفي هذا المكان في حديقة اليوبيل الفضي في ولاية سحار دائما تحرصوا في مثل هذه الليالي يعني زيارة مثل هذه الليماكن والله عادة الواحد في شهر رمضان خاصة بالليل يحاول يطلع شوي يفرج عن نفسه يعني تعرف النهار عادة يكون في الدوام وارتبط بالعمل والعصر في البيت قبل الفطور يحاول يقضي بعض الحجات البيت يعني بالليل عادة يطلع وين هم الأماكن اللي تروحها في رمضان والله بالنسبة هنا في صحار عادة الحدائق تقريبا لأن مراكز تجارية ما موجودة في صحار ومجمع الشباب بإحيانا بالليل إذا كان في مباراة الحديقة سواء الحديقة الحديقة اليوبيل أو حديقة صحار الأخرى أيضا معنا أخ آخر تعرف عليك سالم مقبالي أخ سالم أنا شايف الهريس الجميل هذا عندك يعني دائما تحرص أنك على تناول هذه الأكلات وخاصة في مثل هذه الأماكن وفي البيت أيضا والله في رمضان تعرف أن هذه أوقاتها وأحلى وأحلى الأكلات تظهر في رمضان يعني فالهريس ومثل ما تشوف الباقل والدنجو إحنا دائما لما نجي للحديقة نحرص على أكلها والبيت موجودة طبعا إلى جانب طبعا زياراتكم للحذائق ومختلف الأماكن في الولاية هل هناك من أنشطة تقوموا فيها في رمضان أو جلسات كذا مع شباب مع الأهل والله هي تكمن رمضان حالات أياما في زيارات الأهل والأقارب يعني فدائما نشيل الأهل نوديهم مع أهلهم مع قاربنا يعني نزور زيارات عائلية تسمحوا لنا بس نقاطعكم شوي الله بالخير أهلان أهلان أبروك عليك شهر الله يبارك حياتك يا أخي تعرف عليك علي عبدالله الغاوي أخي علي ما شاء الله أنت تدير هذا المطعم في هذه الحديقة الحمد لله نعم وأنا شايف عامل أكلات عمانية هنا إيش النوع الأكلات اللي عاملها إلى جانب هذه الأكلة طبعا أكلة معروفة هي الهريس والله أول شيء هذا الهريس ثاني شيء باقل ثالث دينجو وأكلات من هذا يعني مشاكيك وشوار ما بنقول دائما يعني أنت تحرص تكون موجود في هذا المطعم في ليالي رمضان طبعا هذا حلالي يا أخي وأنا كنت يعني من استوى هذا المنتزل الحمد لله رب العالمين أكون يعني مداوم فيه بسبب أن يعني أنا مخسر فيه مبالغ كثيرة نعم والشباب يشجعوني على ذلك وأنا كذلك يعني حارص على مالي يعني نعم علي تكلمنا عن الأكلات هذه تعملها أنت بناء على رغبة الناس زوار الحديقة ولا يعني تعملها يعني أكلات رمضانية والله الهريس هذا والدينجو والباقل على رغبة الأخوة يعني الزباين يقول ليش ما تعملنا يعني مثل أكلات يعني دينجو وباقل وهريس يعني من نوع هذا ففي ناس كذلك من الدول يعني بتقول الخليج زوار الحديقة زوار الحديقة كذلك بيحبوا حال الأشياء هذه كثير يعني كمية كبيرة في اليوم يعني تبيعه والله بتروح عن صفتتين من هذي قدرين قدرين لحم يعني نعم يعني لحم غنم بلدي نعم ها شباب كيف كانت الرحلة البحرية الله رحلية تمام ها تمام زين يعني دائما متعودين تجو في الحديقة هذه وتركبوا قوارب تقريبا سبوعيا نجي سبوعيا والله في معظم الأوقات يعني يمكن موجيزين هنا في الحديقة ليالي رمضان يعني ليالي زاخرة بطبعا الزيارات باللقاءات كذا إلى جانب زيارتكم واستمتاعكم طبعا بركب القارب في هذه البحيرة الجميلة وين تقضوا ليالي رمضان والله أحيانا معظم الأوقات قضييني في الحديقة وبعدين نطلع نلعب طائرة نلعب على لعاب شبابة وين تقضوا رمضان غير في هذا المكان في الحارة يعني هناك لعاب شعبية يعني مثل واغلين مثل الفكور الطائرة مثل إيش من العاب الشعبية هذا الواغلين إيش تسوو فيها يعني شرحلنا كيف طريقة اللعبة هذه يعني يسوو دائرة دائرة في الوسط يعني شي يش 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 في الدائرة يطير ويش يش يش ويضربوها يضربوها عمو من نبيكم تكملوا الآن مشواركم ونقول لكم كل عام أنتم طيبين كل عام شكرا شكرا كيف تقضوا ليلة رمضان في أسحار مثل ما خبرتك مثل ما تقول مجالس الشعبية مع الهل وعندك ندوات قرانية وعندك مجالس ثقافية مثلا من جمع شبابي حضرون يعني الأمسيات أمسيات ليالية نعم أيضا رياضة أكيد أنه أيضا العادات العمانية غنية بالكثير من الموروث يعني خاصة في ليالة رمضان تكلمنا عن بعض الأشياء اللي أنتوا يعني في الحارة عندكم يعني نقلس مع الشباب ندولة في الجماعة وتحدث عن الماضي عن رمضان وكيد أيضا في مجالس عامرة أيضا هناك أيضا كبار سن يجلسوا وفي أيضا مقرئين شيء أكيد هذا أكثر شيء بعد الصلاة تقريبا تحصلهم يجلسوا يسولف عن أول رمضان بين الأول والحين يعني بين الماضي والمستقبل فنكون أول شيء نقلس معها وبعد هذا ما تحصلها يعني دائما دائما نقلسوها بين فترة وفترة الساكم الله بالخير الله بالخير كيفك يا مرحبا الساكم خير حياك الله مبروك عليك شهر الله يبارك فيك ومبروك أيضا بالصيد الله يطور عمرك كيف الصيد والله الحمد لله تأونا واصلين بس تعود في ليالة رمضان أنك تيجي وتمارس هذه الهواية والله هذا تقريب من هواية المفضلة حتى قبل رمضان متعودين نقلس سنين قذ وقت فراغنا طبعا ما يكون البحر تارس نقلس ونصيد والحمد لله برضا حين نطلع بسمك سمكتين يعني ما الهواية تسليع أي نعم إلى جانب هذا الهواية في ليالة رمضان ما أدري إيش اللي يتمارس والله ما بأخفى عليك أنا هذه هواية مفضلة والهواية الثانية الجري يعني قبل الصيد نجري حوالي مساء 6 كيلو ونرجع وبعدين نقلسنا غاية الساعة وحدة وحدة ونص ونتوكل على البيت في رمضان أيضا وهذه الهواية دائما تحرص أنك هذا الموقع على طريق البحري ولا في أماكن ثانية والله تقريبا هذا الموقع المحدد أو المفضل لكن بعض الأحيان نتحرك نروح على صوب مجيس وبعض الأحيان على قريب الفندق شاطي شاطي صحار وبعض الأحيان صوب خور السيابي يعني نغير مواقع كيف تقضوا الليالي هنا في الصحار والله شوية كده على الكورنيش وبعدين كده بنراوح بقى عشان نصحر ونقابل اليوم الجديد في الصيام إن شاء الله يعني نقول لهذه الهواية الوحيدة عندكم في الليل والإراية برضو أحيانا يعني أحيانا قراءة وخاصة قراءة القرآن في الشهر المبارك ده وشوية كده في الصيد يعني عشان الأولاد تغير جو يعني أكيد أحيانا نقول لك مبروك علي الشهر مرات هناك كل عام تطيب كل عام طيبين والشعب الأماني كله بخير إن شاء الله على الطريق البحري يعني هل هذا المكان يعني أنتم تعودين تزوروا دائما في ليلة رمضان أو أيضا هناك في أماكن ثانية في أماكن ثانية صراح في أماكن ثانية حديقة مشي عندما حديقة وسياحة منه يعني ملاعب الكرة القدم والطائرة وهذا لو سأناك يعني أنا ما تعرفت عليكم من وين من ولاية لواء رميلة من لواء زين إلى جانب هذا المكان يعني ليالي رمضان طبعا ليالي عامرة وزاخرة يعني أنواع عديدة من اللقاءات كذا تعملوا لقاءات أنتم بينكم كشباب هايوة يعني نعمل ملاعب وش اسمه ونلعب مع الشباب وهذا مثل ملاعب كرة الطائرة وقدم مع الشباب مثل سال سين جيم هايوة ما بين الشباب النادي برواحة من الفريق يعني أنتم دائما تحاولون لكم المسابقات الثقافية تقيموها بينكم وبين الشباب ايوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر